السلام عليكم ادا كاترة يشرفني بكتير بكم النهاردة للمرة الخامسة احنا كنا نلتقينا قبل كده اربع مرات وخدنا المنهج من اوله وكنا نتكلمنا الاول في الانترودكشن كان شابتر واحد وبعد كده ندخلنا في شابتر اتنين كان عبارة عن البكتيريا وخدناه في ثلاث محضرات النهاردة بنلتقي مع بعض ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم في المحضرة رخام خمسة في شابتر ثلاثة اللي بيكلم عن البكتيريا البراث والفيسيولوجي بتاع البكتيريا امل من ربنا ان يكون علمي ينتفع به في الضارين وبأمل ان حضراتكم تستفيدوا وزي ما قلت لحضراتكم مابل كده بفي بعض مكتوب عليها HD دي لحضراتكم ودي انا بحاول اغني بيها المنهج في كل محاضرة بنلتقي فيها مع بعض لان انتوا عارفين لكل واحد قانونه واحنا متفين على القانون اللي احنا بنتعامل به مع بعض hand on hand to build our brand وbuilding للbrand ده مش هيجي الا بالhand on hand to build our brand وده مش هيجي الا بالhuman development زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان العلم it's the power والباور مطلوبة في كل حاجة حتى لو عندي شيء من او المهارات فلازم يكون عندي لان كل واحد فينا لو مش عارف الاسك بتاعه لازم يدور على اسك بتاعه يعرف هو فين يعني اسك اسك اللي هي الاي والاس والكي الاي اللي هي القدرات بتاعتنا واسك اللي هي المهارات والس اللي هي المهارات والكي اللي هي كل واحد فينا لازم يبقى بعرف الاسك بتاعه اللي هي البلادس بتاعته يبقى بعرف ايها المهارات symptom بس بحاول في كل محاضرة أننا نتعرف مع بعض تاني ليكون نص حد داخل معنا في المحاضرة الخام خمسة وداخل لأول مرة أنا بنصحه أنه يراجع الفيديوهات بتاعة محاضرة واحد واثنين وثلاثة أربعة عشان يبقى ماشي معنا على نفس التراك لأن المنهج كله متواصل مع بعضه هو هي سلسلة متواصلة مع بعضها ولو خادناها مع بعض من الأول الدنيا هتفرق كتير معاكم دكتور يشام الدمرداش استشار علم المناعة والميكروبولوجي هنبدأ دلوقتي مع بعض في البكتيريا الجروث والفيسيولوجي بنهاية المحاضرة النهاردة هنكون عرفنا يعني 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 البكتيريا بتحتاج عشان تجرو هنعرف التباين في البكتيريا الجروث كيرف ويعني بكتيريا الجروث كيرف هنبدأ مع بعض نتكلم دلوقتي عن الجروث الجروث يعني النمو تمام الجروث هنا في الضغط في المعامل أنا بشوف النمو أنا بزرع في المعامل بازم بازرع على على ميديا على وسط الميديا ده هنتكلم فيه في في السلايد الجاي بس النمو على الميديا دي الميكروب لما بينمو بشوف النمو ده في أحد صورتين يعني بعرف الميكروب نمو ولا لأ لما شوف صورة من الاتنين قدام بس according to the media اللي أنا زرعت عليها الميديا إما تبقى solid media أو تبقى liquid media طب هيه هو الفرق بين solid media والliquid media solid media بتبقى liquid media هي مية عبارة عن مية لكن solid media في منها نوعين في semi solid media وفي solid media solid ما هياش نشفة لكن ما هياش مية semi solid media اللي بيعمل solidification للميديا أو بيخلي الميديا مسكة شوية مع بعضها حاجة اسمها الأجار حاجة اسمها الأجار فالsemi solid media بتبقى عليها أجار بس نسبة الأجار فيها قليلة بتبقى نسبة الأجار فيها 0.2 ل0.5% فبتخلي الميديا زي ما تكون jelly like substance jelly like substance دي بنسميها semi solid media أو soft agar media يبقى دي semi solid media بتبقى فيها 0.2 ل0.5% أجار لكن ال solid media بيبقى فيها اتنين في المية أجار اتنين في المية أجار دي بتبقى السطح بتاعها بيقى لحد ما firm service أنا ممكن أعمل solidification للميديا أو أخلي الميديا ماسكة شوية بحاجة يا إما بأجار يأما بجيلاتين كلنا عارفين الجيلاتين بس مشكلة الجيلاتين ده كاترة حاجة واحدة بس إن في بعض الميكروبات بتطلع حاجة اسمها gelatinase enzyme gelatinase enzyme وهو اسمه gelatinase من اسمه هنعرف ووظفته بيكسر الجيلاتين على طول تمام يبقى أنا بعمل solidification للميديا يا إما بجيلاتين أو بأجار مشكلة الجيلاتين إن في بعض الميكروبات عندي ربنا ادها المخدرة والقوة إنها تطلع enzyme اسمه gelatinase enzyme فده على طول فورا بيروح مكسر إيه الجيلاتين فبدل ما ينمو على هذه الميديا يكسر الميديا فبالتالي ما فيش نمو أنا على نرجع ليه المعلومة حابة المعلومات إن أنا قلتها من شوية HHD خلينا نرجع ليه المحتوى الكتاب بتاعنا أو الموديول بتاعنا بيقول في المعمل أنا بشوف النمو في واحد من الاتنين فورمز اللي هشوف يا إما هشوف developmental colony يا إما هشوف developmental colony يا إما هشوف الcolony دي هشوفها الأول فين على solid media يبقى developmental colony which are the macroscopic product macroscopic أنا عامل macro بلون مختلف ده كبير بقدر شوفه بعيني ما هواش macroscopic macroscopic product of 20-30 division of single bacteria monoslide media بشوف النمو على الميديا وبشوفه قدام عيني وبشوفه single bacteria single bacteria ممكن أعزل isolate منفصل لوحده زي ما انتو شايفين في الصورة اللي ورايا دي دي ميديا معروفة جدا بس مش عايزة أشغل دماغكم بيها وبتبان مجرد النظر مجرد ما انت لو جاي من آخر المعمل على بعد 20-30 متر وشفت الطبقة ده تقول الطبقة ده فيه كذا وكذا واللي نامي عليه كذا واللي inhibitate عليه كذا لان فيه حاجات تسمح بنمو فيه selective agent تسمح بنمو بعض الميكروبات ولا تسمح بنمو آآ ميكروبات تاني فبقدر بشوف النمو بعيني يا إما أشوف النمو في الصورتين يا إما صورة colony أو ده لو كان على solid media طيب لو كان على fluid media الفلود ميديا هنا ممكن أقول عليها fluid media ممكن أقول عليها liquid media ممكن عليها أقول عليها proof proof p-r-o-t-h لما أشوف كلمة fluid media أو liquid media أو bros بعرف أن دي liquid media اللي هي كما لو كانت ميا تمام أشوف الجرس على solid media في شكل colony لكن أشوف الجرس على liquid media أو fluid media أو bros في شكل من الثلاثة في أحد أشكال شكل من ثلاث أشكال بس الكتاب بتاعكم ذاكر إن أنا بشوف الجرس على liquid media بشوفها turbidity turbidity يعني محلول تم عكارته اتعكر اتعكر ليه؟ لأنه في ميكروب نمى عليه زي ما كان من الميديا زي ما طلع ويستو برو دا طلع فضلات فبالتالي بيعكر لي المحلول اللي حد الماء كان صافي ورايق فحصل له عكارة فالكتاب بتاعكم بيقول إن fluid media أو liquid media أو بشوف النمو عليها في شكل عكارة turbidity أو turbidity suspension المحلول اللي كان إلى حد ما رايق أو رايق بشوفه تربط معكرا لكن العلم بيقول إيه شباب أو بيعندوكم المعلومة كاملة هشوفها في السلايد اللي جاي والسلايد دا مكتوب على HD وإحنا فارست اللي متفقين من أول محاضرة إن أي سلايد مكتوب على HD فهو for human development انطلاقا من القانون بتاعنا hand on hand to build our brand through human development أولا أمل أقول media 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 وبعد ساعات بقول medium medium هي المفرد بتاع media تمام يعني فاش أقول medias media هي الجمع تمام الميديا هي عبارة عن Neutrient Preperation أنا حاطت وسط حاطت عليه حاجات البكتيريا تنمو عليها يبقى Neutrient Preperation for a for micro microorganism cultivation أنا مساهل عليكم التعريف عشان يبقى فيه حتة من الساجع كده Neutrient Preperation for micro microorganism cultivation دي وسط عليه مغذيات أو بعض الأغذية لتنمو عليها الميكروب وأنا بعمل عندي suspect أنواع الميكروبات اللي ممكن أنميها على هذا الطبق في أنواع من الميكروبات بتحتاج ordinary media ميديا عادية في بعض الميكروبات بتحتاج ميديا عليها دم وهذه الميكروبات بسميها fastidious microorganism fastidious microorganism كده بالبلد وبالبساطة هي ميكروبات مفجوعة ميكروبات مفجوعة فبحط لها حاجة اسمها enriched media يعني بغني لها الميديا بتاعتها لأن هي already ميكروبات مفجوعة فبالتالي بحط لها حاجات تغني الميديا فتقدر تنمو عليها تمام إحنا عرفنا الميديا قلنا عليها Neutrient Preperation for micro microorganism cultivation الشيب بجروس بيظهر على حاجة بيظهر لو according الميديا اللي أنا زرق عليها بيظهر شكل النمو لو زرق على solid media بتظهر as a colony زي ما احنا شايفين في الخلفية اللي ورايا دي ميديا هو وباين عليها النمو ممكن أخد colony colony ممكن أخد one colony ماشي طيب يبقى اتفقنا لو هي solid media بيتباين النمو على شكل colony طيب لو هي liquid media أو fluid media أو prof ما نساش ثلاثة اسمها دول ومجرد ما أقول براث معنى كده ان دي liquid media أو ميديا سائلة إلى حد ما فبشوف النمو عليها في شكل من الثلاثة أشكال دول يقيم ما شوفوا بيليكن يقيم ما شوفوا تيربيديتي يقيم ما شوفوا ساديمنت تيربيديتي احنا اتفقنا عليها زي ما الكتاب قالها هي عكارة تيربيت سيليوشن محلول معكر محلول معكر ليه لأن الميكروب دخل وكان وعمل ويستو برودك فعكر لي المحلول اللي لحد ما كان ما هوش ما كانش فيه عكارة طيب بيليكن عاملة زي القشرة بشوف قشرة من فوق نبسلها ببساطة كده عارفين حضراتكم من لبن الحليب لما نسيبه شوية بيعمل قشرة من فوق فدي بيليكن دي قشرة تمام يبقى إما المحلول أو الميديا تبقى تربط فيها عكارة أو عليها طبقة من فوق كما لو كانت إشرة بيسميها بيليكن أو فيه سيدمين فيه ترسب حصل فيه ترسب حصل يبقى الجروس على السوليد ميديا بيبقى في شكل كولوني الجروس على الليكويد ميديا أو البروث ميديا الليكويد ميديا أو بروث فشوفها يئمة فيه بيليكن يئمة على شكل تربديتي أو على شكل سيدمين كل نوع من الميكروبات أهو البيليكن بيعملوا كذا التربديتي بيعملوا كذا السيدمنت بيعملوا كذا بس ده مش موضوعنا دلوقتي انا حططها لكم عشان تبقى الدنيا واضحة قدامكم والمعلومة كم اللي حابب يعرف الامثلة البيلكل بينمو عليها الباسيلا السيريوي التربدي تبتعملها السيدمنت بتعملها تمام ادي شكل الميديا دي الميديا اللي هي غراية في الصورة دي لما نخش في العمل ان شاء الله هنعرفها بوائي ديتيلز ودي سليكتف ميديا معروفة جدا وهنا دي ميديا هيا على شكل النمو وشايفين شكل النمو عامل ايه كله نهي تمام ده الليكود ميديا او البراث دهو وحصل فيه عكرة اهو طب ايه الميديا اللي واخده ميل دي دي عبارة عن اجار بس بدل ما حطتها وحطتها في طبق اجار بدل ما حطتها في بيت ريديش حطتها في تيو فعملت للشكل الميل ده بيسميه سلوب شيب او سلانت سلوب شيب او سلانت او سلوب اجار تمام دي انواع الميديات هيا زي ما شفنا قدامنا قدامنا في السلايد مع حضرات طيب هنتكلم دلوقتي على البكتيريا ريبروداكشن يعني بكتيريا ريبروداكشن بكتيريا ريبروداكشن او مكتيريا ملتيبليكيشن تيك بليز باي سيمبل باي ناري فيجن القساء الينقسام الثنائي البسيط واحدة ديب بتعمل سيبتم تنفصل تب اتنين واحدة ديب بتعمل سيبتم تيك تنفصل تب اتنين طب ده بيتم ازاي زي جروو ان سايز الخلية تبدأ تكبر في الحجم تبدأ تكبر في الحجم هي تجاهز نفسها عشان تخش في عملية ملتيبليكيشن او ريبليكيشن تبدأ تكلونجيت تبدأ تكلونجيت تعمل قلب عشان يتنسخ واحد تاني منه. ماشي? انا عندي بيعاندي اتنين كومة من الكرموسوم. كل واحدة تبدأ تلزق في حتة من الميزوسوم. ايه هو الميزوسوم ده خدناه في المحاضرة رقم اربعة. الميزوسوم ده جزء من السيتوبلازمك ممبرين. جزء من السيتوبلازمك ممبرين لما قلنا تعريف الميزوسوم يا دكاترة قلناه انه هو complex invagination of the cytoplasmic ممبرين. invagination او انبعاجات حصلت فيه السيل ممبرين او cytoplasmic ممبرين بدأ يحصل انبعاجات لجوه. الانبعاجات دي احنا قلنا بتسهل لعملية الدفجن وبتسهل لعملية السبريوليشن. بتسهل عملية الدفجن في ايه? ان هي اللي هتبدأ تعمل للسبتم. هي هي اللي هتبدأ responsible for the symptom formation. وبدون تكوين هذا السيبتم لن يحدث reproduction او multiplication للبكتري. يبقى المحتوى السيتوبلازمي بدأ ينخسم لجزئين متسوين. زي بروتوبلازمي بيكم ديفيد انتو تو ايقوال بار. باي زي غروس افتران سيبتم. المحتوى السيتوبلازمي بدأ ينخسم الى او ديفيد تو ايقوال بار. والسبتم بفاعلية الميزوسوم بدأ يعمل سيبتم في النصف. اه هو مع السيتوبلازمي الممبرين والسيلول. الاتنين بدأوا يعملوا سيبتم في النصف. تمام? يبقى بي عندي سيبتم في النصف. وبيعندي كل اه الجزئين بتاع الخلية. او اللي اعتبروا الى حد ما خليتين. لكن لم ينفصلوا بعد. فيها بروتوبلازمي محتوى سيتوبلازمي. وفيها جزء من فيها كوبي من الكروموسوم. واحد هنا واحد هنا. وجزء من الريبوسومات هنا وجزء من الريبوسومات هنا. يبدأ يقسم الخلية الابوية الى تو سيبرت دوتر سيل. واتخسمت الخلية زي ما قلنا هوب عملت سيبتم دب. انفصلت بيت خليتين. كل واحدة طلعت خليتين. طب هل ده في كل الاسبيشيز؟ لا. في بعض الاسبيشيز. الدوتر سيل بيفضلوا متصرين ببعض. In others, in other species the cell walls of dota cell remain continuous. ما يفصلوش مع بعض. For some time. After division. Giving a characteristic arrangement. احنا قلنا في الرنج من يما عندي single. يما عندي بير اللي هي ديبلو ديبلو كوكاي او ديبلو بس اللاي. وعندي اللي هي استربتو كوكاي او استربتو بس اللاي. وعندي شكل العنقود الجريب لايك اللي هو استفيلو كوكاس او استفيلو بس اللاي. في بعض الاسبيشيز قلنا الخلايا لن تنفصل. remain continuous. عشان تديني اشكال اللي هي البير والكلاستر والتشين. لان البير لازقين في بعض. والكلاستر العنقودي مسكين في بعض. والتشينز اللي لازقين في بعض. يبقى في بعض الاسبيشيز. السبتم يقسم الخلية الابوية الى خليتين منفصلتين. لكن في بعض الاسبيشيز الاخرى لن يتم فصل هزي الخليتين ويفضلوا متواصلين ببعض. عشان تديني كاركترستيك الرينجم انت معين. يا اما بيرز اللي هي ديبلو او كلاسترز اللي هي ستاف او اتشين اللي هي الاسترب. تمام? طيب. عرفنا يعني باكتيريا لابيكيشن? عايزين اعرف يعني جينيريشن طايم. جينيريشن طايم ببساطة هو الدبلينج طايم. احنا قلنا واحدة الانجيتة سبتم دب بيئة اتنين. الاتنين كل واحدة فيهم الانجيتة سبتم دب بيئة اتنين. يبقى واحدة اتنين اربعة تمانية وهكزا. يبقى جينيريشن طايم ات is the doubling time. يعني ايه دابلينج طايم? it is the time between two successive division. يعني الوقت اللي اتاخد من بكتيريا واحدة بيئة اتنين واتنين باربعة. هذا الوقت بيسمى دابليكيشن اه دابلينج طايم او جينيريشن طايم. وعرفوا حضرتك بالطريقة التي تروخ لك. مش شرط انك تقول لما يجي لك سؤال زي دابل امتحان. it's the time between two successive division. انت فهمت الكونسيبت. عرفوا زي ما انتعي. زي ما انتعيز. يبقى it's the time between two successive division. it may be short. ممكن يبقى الوقت اللي عشان يحصل فيه دابلينج طايم او دابلينج طايم. it's the time between two successive division. ممكن يبقى داية وممكن يبقى ساعات او يوم زي ما حصل في المايكو باكتيريا. ففي الفيبريو كولورا بيبقى 13 دقيقة. في المايكو باكتيريا بيبقى 24 ساعة يعني يوم كم. يبقى نطلع من هنا بايه. ان ال جينيريشن طايم بيختلف او دابلينج طايم بيختلف الميكروب الاخر. تمام. طيب. requirement for growth او growth requirement. هي البكتيريا عايزة تنمو ليه? طيب خلينا نستعرض السلايد اللي جاي ده ده سلايد فور اتش دي. البكتيريا عايزة اه تنمو عشان to maintain itself and propagate. السطر ده انا جابه من السلايد الاولاني في المحاضرة الاولانية. زي ما هو كده. البكتيريا عايزة ايه? عايزة maintain itself and propagate. تحافظ على نفسها وتنتشر. يبقى هيع هذا الجرس عشان الهدف ده. تمام? ده كان في السلايد الاولاني في اول محاضرة. تمام? البكتيريا. هدفها انها تؤتاتش. تؤدهير في حتة معينة في الجسم. وعايزة growth requirement. عشان تقدر تبروبجيت. هتبروبجيت ليه? عشان تعمل هارمو في الافكت. اللي هو بيخليها establish to cause. establish and to cause. have the ability to cause disease. يعني تقدر تؤسس نفسها لإحداث مرضي ما. تمام? يبقى هي عايزة requirement of growth عشان كده. to maintain itself. propagate and establish itself for causing a disease. نرجع للسلايد بتاعنا. growth requirement in order to grow and divide the bacteria need the falling with growth requirement. محتاجة خمس حاجات. نمرة واحد. نيوترنت. نمرة اثنين. اكسجين. نمرة ثلاثة. carbon dioxide carbon dioxide. carbon dioxide. آه في بعض الميكروبات دي تحتاج تركيز معين من carbon dioxide. محتاجة temperature معينة. محتاجة hydrogen ion concentration يعني pH. ويجي الزكر هنا لما نتكلم على temperature temperature معينة. يعني في بعض البكتيريا فصلوها عن باقي البكتيريا كلها. لان استطاعت تنمو لحد مية وخمسين مية خمسة وسبعين او متية درجة مقوية. لو احنا فاكرين اللي هي الارشي بكتيريا او الارشي. هي ستيل بروكاريوت. لكن هي مش في تقسيمة الشجرة الجينية بتاعت البكتيريات. واخد حتة معينة كده قريبة من الاوكاريوت. وفصلوها عن البكتيريا ليه? لانها لها بتنمو في الاكستريم كنتاش. تنمو في اكستريم درجة حرارات عالية جدا او واطيه جدا. تنمو بياتش عالية جدا او واطيه جدا. تنمو في عدم وجود اكسوجين او كونسنتوريشال عالي من الكربون دايكسايد. فتم فصلها وخدت حيتة بعيد شوية. يبا البكتيريا عشان تنمو محتاجة اك أكسوجين كاربون دايكسايد سان اكسيد كاربون محتاجة درجة حرارة محتاجة بيقيتش معينة هنمسك واحدة واحدة ونتكلم فيها سلايد ده تناولنا مع بعض أول حاجة من البكتيريا محتاجة تأكل زيها زي البناء مين according to the mean by which particular organism obtain the energy and draw material to sustain the growth bacteria are classified إيه الكلام ده؟ according للطريقة اللي البكتيريا بتحصل بيها على الأكل عشان تطلع energy قسموا البكتيريا النوعين according للطريقة اللي بتقدر تأكل energy أو تاخد روماتيريا لعشان تنمو قسموا البكتيريا النوعين autotroph وهتيروتroph من اسمها auto ذاتية وهتيرو بتعتمد على الغير طيب في السلايد ده أنا كتب لكم الكلام بالزبط زي ما جاء في الموديول بتاع حضراتكم autotroph دي مجموعة من الميكروبات كان يتوليز السيمبل الانورغانيك ماتيريا يبا بتستخدم سيمبل انورغانيك ماتيريا يعني تستخدم الكربون ديوكسيب as a source of carbon والامونيوم salt as a source of nitrogen يعني هي عايزة carbon ونايترج بتستخدم عشان source of carbon carbon dioxide والامونيوم salt as a source of nitrogen ولها المقدرة إنها يتكام to synthesize complex organic substance from symbol inorganic يعني بتحول تقدر من من السيمبل inorganic material تقدر تطلع complex organic material تمام يبا عندها القدرة دي the energy required for the metabolism تقدر تطلع عشان الانرجي المطلوبة للميتابوليزم is derived from تيجي منين من اللايت ولا من الضوء أو من symbol chemical reaction تمام اتفقنا كل الميكروبات there is no or little medical importance ما لهاش همية طبية قد تكون ليس لها همية طبية على الإطلاق أو little medical importance يبا خدنا عارفنا دلوقتي ايه هو الأوتوتروف الأوتوتروف بيستخدم الكاربون دايوكسايد as a source of carbon والأمونيوم salt as a source of nitro وعندها القدرة انها تصنع complex organic substances من inorganic material لها همية طبية قد لا يكون لها همية طبية على الإطلاق أو همية طبية قليلة لتليا النوع الثاني هيتيرو هيتيرو لبكتيريا required organic source of carbon مش inorganic الناحية التانية كانت inorganic هنا organic source of carbon الاختلاف التاني كانت على الإطلاق كانت عملها باللول الأحمر ومديها underline كانت synthesize complex organic substance from simple inorganic على عكس الأوتو طروف تماما وسلت most bacteria of medical importance هيتيرو طراف هيتيرو طراف تمام يبقى الأوتو طروف ما كانش لقى همية طبية قد يكون معدومة الأهمية الطبية أو لكن bacteria of medical importance mainly هيتيرو طراف تمام سلايد اللي فات والسلايد دا زي ما مكتوب في الكتاب بالزبط والسلايد دا زي ما مكتوب في الكتاب بس أنا حطط لك الاتنين قدام بعض عايزين نحفظ عايزين نفهم عشان تبقى المعلومة سهلة لأن نحفظ كل حاجة في المقرر بتحتاج organic دي inorganic material دي بتحتاج organic مش inorganic عشان هي can utilize the symbol inorganic material فبالتالي carbon dioxide as a source of carbon والامونيوم salt as a source of nitro تمام لكن دي عايزة organic source مش inorganic source دي can synthesize organic substance from inorganic substance دي cannot يبقى الوتوتروف can الهيتيروتروف cannot الوتوتروف ما لهاش همية طبية الهيتيروتروف وما عظمها في الامية الطبية most bacteria of medical importance are heterotrophic feeders تمام وصلة النيوترنت كده نمر اتنين الـ oxygen الـ oxygen according to the oxygen requirement البكتيريا are classified يبقى according النيوترنت feeding واعتمادها على الاكل وبتاخد الصورس بتاحها منين قسمناها الـ autotroph وهيتيروتroph لكن according للبكتيريا according to the oxygen requirement هنقسمها للآتي قسمناها الخمسة أول واحدة strict or obligate aerops اجبارية اجبارية في اعتماد على الاكسجن تعتمد على الاكسجن اعتماد اجباري obligatory obligatory يبقى دي require oxygen for gross لا تنمو إلا فوجود الاكسجن لأن هي aerobic لا تنمو إلا فوجود الاكسجن زي مين زي السيدمونس ريجينوزي نحفظ أنسلة المسألة تقدر تحفظه دلوقتي تحفظه ما تقدرش تحفظه هو جاي معنا في الطريق تمام يبقى strict obligate aerops عكسها strict obligate anaerops لا تنمو على الاطلاق في وجود الاكسجن لكن can grow will complete absence of oxygen يبقى obligate aerops لا تنمو إلا في وجود الاكسجن لأن هي aerobic طب anaerobic أو strict obligate anaerobic require complete absence غياب تام وكامل للأكسجن زي باكترويد فرجيلس طيب نمرة ثلاثة فكالتاتف anaerobic عشان نسهل على نفسنا المفهوم ومنحفظه فكالتاتف يعني ايه دا كاترة يعني اختيارية anaerobic يعني عدم وجود الاكسجن anaerobic تمام يبقى عندها القدرة الاختيارية على anaerobic فكالتاتف anaerobic يعني تقدر تختار انها تعيش anaerobic يبقى في الاساس ايه دا كاترة في الاساس grow better in presence of oxygen يبقى في الاساس aerobic لكن عندها القدرة الاختيارية انها تقلب anaerobic يبقى grow in presence of oxygen وده بيراكد اللي هي في الاساس aerobic grow better in presence of oxygen but already still able to grow in absence of oxygen يعني بتنمو في وجود الاكسجن لكن تستطيع كمان انها تنمو في غيابه زي الاستفيل وكوكاي والإيكولاي تمام وصل المعنى عشان ما نحفظش نمرة ثلاثة نمرة اربعة micro aerophilic organism micro aerophilic دي بتحتاج reduced oxygen lift ما بتحتاجش اكسجن lift العالي هي تنمو في وجود الاكسجن بس وزق reduced lift وأشهر ميكروبين فيها الكامبيلوب باكتر والهيليكوب باكتر اللي هو المكروب الحلزوني بتاع الماء تمام يبقى مايكرو aerophilic مايكرو يعني قليل يبقى تحتاج اكسجن قليل مايكرو برضه يبقى مايكرو مع مايكرو من الاكسجن يبقى المايكرو aerophilic بتحتاج reduced اكسجن زي الكنبيلوب باكتر والهيليكوب طيب ايرو طوليران انيروبس ايرو طوليران انيروبس دي ليها ايرو باتر ايرو طوليران تقاوم ايرو طوليران المقاومة يبقى هي في الاساس ايرو باتر ايرو باتر نفور ميتابوليزم بات كانت تقدر تتحمل او تتأقلم مع البرزنس بتاع الاكسجن ليه بقى ربنا حبيها بانزيم مهم جدا 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 نحفظه بعد اذن حضراته سوبر اكسيديز ديسميو هنقرأ بعد شوية الانزيم ده بيعمل ايه لان التنفس الهوائي او في وجود الاكسجن بيطلع منه حاجة معينة لو مش موجود هذا الانزيم لو مش موجود هذا الانزيم يعمل لمشكلة يعمل الميكروب تمام يبقى ايرو 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 بتر يعني يعني تقدر تقاوم موجود الاكسجن اللي ربنا حميه بمكروب اسمه سوبر اكسيديز دي ايرو ايرو تمام دي الكلاسيفيكيشن بتاع المايكرو ايرو 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 طيب ريس بيريشن ان دي ايرو بيريشن سي اللي ريس بيريشن ايد كاترا تعني الجلو كاتابوليزم كاتابوليزم اللي عملات الهد عشان اطلع انرجي عشان اطلع انرجي يبقى انا محتاج جلو كاتابوليزم عشان اقدر اطلع انرجي في عندي نوعين من السيلول ريس بيريشن ايرو بيريشن واحد ايرو والتاني ايرو يبقى واحد في وجود ايه واحد في غياب ايه ايوة اه تمام كده واحد في وجود الاكسجين والتاني في غياب الاكسجين يبقى ايرو بيريشن يحدث في وجود الاكسجين ايرو بيريشن في غياب الاكسجين تمام طب خلينا نشوف الفرق ما بين الاتنين ايرو بيريشن عملية الكاتابوليزم بتاع الجيلوكوز بتحدث في الايرو بيريشن يعني بينتج عنه ايه انرجي الانرجي اللي بتطلع دي في صورة ايه 38 ايتي بي ايتي بي احنا عارفين او تكلمنا فيها قبل كده عدونيزين ترايفوس فيت اللي هو مصدر الطاقة يبقى الايرو بيريشن مش هنحفظ احنا عارفنا العنوان ايرو بيريشن يعني الجيلوكوز بيحدث في وجود الايرو بي يعني في وجود الاكسجين ويطلب مع منه طاقة اسمها 38 ايتي بي موليكوز يعني الالكترون اللي طالع من نتيجة التفاعل ده مقبول بيبقى عبارة عن مولوكولر او تو مولوكولر او تو دورنج زا تايم اوفر اسبيريشن دورنج زا تايم اوفر اسبيريشن في عندي حاجة اسمها السوبيراكسايد اللي هو الاوتو هو السوبيراكسايد وهايدروجين بيليكسايد يعني بيطلع ال Bau و ه coses HER هذ الاتنين اللي تكونوا دول السوبيراكسايد اللي هو ال Bau 2 والهايدروجين بيليكسايد H2 ontú are highly toxic products highly toxic طب ده عندي يطلع من التفاعل ده حاجات highly toxic الميكروبات لو ربنا مش حبيها بإنزيمات معينة هتموت على الفور فالهنا عندي اتنين إنزيمات موجودين سوبر اكسوديز ديسميوتاز ديسميوتاز وكاتاليز إنزيم يقدر يخلصوني من اتنين بروديكت اللي حصل دولة وديتوكسوفاي زيس ميليكيول يعني بيقدروا يحول الميليكيول دولة من هايلي توكسيك ميليكيول لنان توكسيك ميليكيول أو دي توكسيفاي يشيلوا هزي الخاصية على سبيل المثال لما اقول كاتاليز إنزيم بيعملي كاتالايز لميل ريئيجن كاتالايز الريئيجن تي يقدر يعمل سبلتينج للـ H2O2 سبلتينج تشوه H2O2 يطلع للـ H2O2 خلاص ما بيش عندي الـ O2 والتاني بيقدر يعمل السوبر اكسيديز ديسميوتاز يقدر يحول الـ O2 من هايلي توكسيك ميليكيول لدي توكسيك ميليكيول أو ملهوش توكسيك تمام لو احنا افتكرنا في المحاضرة رقم على ما اتذكر رقم اتنين كنا قلنا الكلاسيفيكيشن بتاع المايكوروريجانيزم صعب جدا عشان هي بتتكاثر اسيكشوالي بعد كده عملوا كلاسيفيكيشن أكوردنج للمورفولوجي وتكلمنا في المورفولوجي وقلنا نمر اتنين أكوردنج لبيوكيميكال رياكشن أكوردنج لبيوكيميكال رياكشن كان عبارة عن ايه الانزايم والاكشن بتاعه على السابستريت الكلام جاب بعضوه ادي الانزايم هاو ادي الكاتاليز السابستريت بتاعه ايه H2O2 يبقى أكوردنج للاكشن بتاع هذا الانزيم على هذا السابستريت دي من ضمن الكلاسيفيكيشم بتاع المايكورورجانيزم يبقى هنا الكاتاليز انزيم عمل الكاتالايزين أو سبيليتين لـ H2O2 لـ H2O وـ O لمية وإكسجين يبقى الميكروبات التي ليس لديها هذين الإنزيمات سوبر اكسديز ديسميوتاز والكاتاليز انزيم لا تستطيع التخلص من الاتنين توكسيك ميليكيول دولة ويحصل مشكلة وصلت الإنزيمات مهمة جدا وبتعمل إيه مهمة جدا ودي بتحدث في لأن لما بيحصل في وجود الأكسجين الجلوكوسكاتابوليزم بيطلع منه في صورة 38 ATP ميليكيول ودبها لكن المشكلة فيه أن أنا عندي طلع لـ وهادرجين بريكسايد عشان ربنا حابي بعض هذه الميكروبات بالسوبر اكسديز ديسميتيز انزيم والكاتاليز انزيم بيقدر يحولوله التوكسيك سابستانس لأنتوكسيك سابستانس أو ميليكيول ويقدروا يعملوا دوتكسيك سابستانس لأنتوكسيك سابستانس أو ميليكيول الأنيروبك الأنيروبك سيلور راسبيريشا الأنيروبك بالأبسنس أو في إن أبسنس أو أكسين الفاينال إلكتران أكسيبتر إن إن أورجانيك ميليكيول بيطلع لـ نايتريد وطلع لسالفيد وطلع لكاربون داكسايد هذه الأيتيبي ميليكيول طلع لزان إن يعني أقل من اللي طلع من الأيروبك سيلور راسبيريش لأنها أبارة عن نايتريد وصالفيد وكاربون داكسايد يعني ما هيش أكسيبتت زي اللي طلع في السيلولار كومبيرد أو في إيروب والأبليجيت أن أيروب اللي هم ملاك من السوبر أكسيديز ديسميوتيز and the catalase enzyme and so they cannot grow in presence of oxygen اللي ما يقدرش ينمو في البرزنس بتاع الأكسيجن عنده مشكلة في هزان الإنزيمين تمام عندي حاجة تاني اسمها fermentation fermentation يبقى أنا قلت respiration والإنرجي برودكشن يقيم ما يطلع من الأيروبك سيلور راسبيريشن أو الأيروبك سيلور راسبيريشن وعرفنا قد دي الأيروبك سيلور راسبيريشن is more effective كما أصدر للطاقة وبعد كده عالدين fermentation it is anaerobic process fermentation اللي هو التخام anaerobic process because it takes place in absence of oxygen it is used by facultative anaerobes facultative anaerobes اللي أنا قلنا عليها هي في الأساس anaerobic بس عندها الخاصية أنها تشتغل في anaerobic environment لها الاختيارية هون زي exist in environment that contain suitable anaerobic final electron acceptor زي الNO3 والنيتريت والسلفات والكربون ديكسايد ودي ال the least efficient method for generating energy يبقى أكتر واحدة كانت بتجنيرات انرجي من anaerobic cellular respiration في وجود من superoxidase dismutase والكتاليز انضائم عشان يخلصون من الأكسجن radical نمرت البعديها على طول كانت anaerobic cellular respiration وبعد كده الfermentation ودي اختيارية في الابسنس بتاع الأكسجن ودي كانت الخطوة التالية يبقى احنا تكلمنا عن النيوترين تكلمنا عن classification of microorganism according to the requirement بتاع الأكسجن نمرأ ثلاثة هنتكلم عن carbon dioxide في بعض المكروبات بتحتاج carbon dioxide to grow in mute amount of carbon dioxide present in air already الجو في carbon dioxide in air sufficient for most bacteria certain species required high concentration يعني غالبية المكروبات تنمو في نسبة قليلة جدا من carbon dioxide وهي موجودة في الجو لكن في مكروبات معينة بتحتاج concentration معين وعالي من carbon dioxide عشان تنمو بتحتاج لكام تقريبا من 15% في المية نسبة carbon dioxide تمام وهذه المكروبات بسميها capnophilic 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 يبقى بتحتاج نسبة من carbon dioxide تتراوح من 15% و carbon dioxide carbon dioxide capnophilic capnophilic carbon dioxide زي مين زي نيسيريا زي نيسيريا وزي البروسيلا abortus نيسيريا في منها نيسيريا جونورية لوسكشو وفيه نيسيريا المنينجي تيديس وفيه كمان البروسيلا abortus دي بتاعة الإجهاض تمام يبقى عندي أنواع معينة من الميكروبات لكام مئلة في concentration عالية من carbon dioxide النسبة كان 15% هذي الميكروبات بسميها capnophilic carbon dioxide capnophilic الأمثلة بها الأمثلة ليها البروسيلا abortus نيمرأ أربعة في regress requirement احنا أخدنا أول واحد في regress requirement نيمرأ اتنين أخدنا الأكسجين نيمرأ ثلاثة أخدنا carbon dioxide نيمرأ أربعة هناخد temperature وبيحصل classification للميكروبات تنمو في درجة حرارة كام أول حاجة عندي دي أرجانيزم تنمو في درجة حرارة من 20 إلى 40 تنمو في درجة حرارة من 20 إلى 40 يقم يجيدي سؤال الميكروب اللي بي ينمو في درجة حرارة من 20 إلى 40 1 2 3 4 أكمل لو اختياري اللي هو الميزوفيل هي أرجانيزم able to grow within temperature من 20 إلى 40 الباسجن هوتش replicate on or in human body are able to grow within this range لأن درجة حرارة الجسم 37 فهي من 20 إلى 40 الأبتال temperature هنا 37 which is the normal body temperature يبقى كل الميزوفيل تقدر تستطيع عن تنمو in or on the human body يبقى الميزوفيل تنمو من 20 إلى 40 مش عايز نحفظ ميزوفيل 20 إلى 40 وبالطبيعة درجة حرارة جسمنا 37 يبقى تقدر تنمو في جسمنا أو على جسمنا Cycrophilic Cycrophilic بسميها cold loving بتحب بتحب درجة السوقية وممكن يجي لك سؤال يقول لك إيه الميكروبات اللي بتبوز الأكل في التلاجة لا هو أنحفظ الأكل في التلاجة عشان يبوز آه ما أنت عندك ميكروبات cold loving أو cold lover هي بتحب بعتزل لو الرسال حصل في أي قطاع تمام فأنا عندي Cycrophilic هي cold loving أو cold lover بتقدر تعيش من درجة حرار زير وثمان درجات مقوية ودي capable for gross في refrigeration temperature يعني ممكن تعمل أو تبوز الأكل في التلاجة عندي Thermophilus Thermophilus Thermo جاي من درجة حرار Thermo دي Heat Lover يبال اتنين عكس بعض Cycrophil دي cold lover أو cold loving thermophilus اللي هي Heat Loving وبتقدر تتنمو في درجة حرار أكتر من 60 درجة مقوية زي البacillus esterothermophilus esterothermophilus يبال عند عند according temperature mesophilus من 24 40 cycrophilus اللي هي cold lover أو cold loving اللي هي بتاعت التلاجة من 0 إلى 8 درجة مقوية زي الفلاف بكتيريا وال thermophilus دي heat lever لحد أكتر من 60 درجة موية تقدر تعيش طيب عندي requirement gross رقم 5 gross requirement رقم 5 تمام hydrogen ion concentration اللي هو pH سبحان الله هناخد سلايد دلوقتي ربنا خالق لكل عضو في جسمنا pH معينة ودي protective parameter دي أحد وسائل الحماية للأعضاء في جسمنا إنه ربنا مخصص لكل عضو في جسمنا pH معينة بيقولك بالنسبة بالmicro organism most micro organism of clinical significance نركز في حتة دي إحنا قلنا ال heterotrophic microorganism ال autotroph ما لهاش أهمية طبية لكن الهتيروتroph ليه أهمية طبية هنا بيقولك most microorganism اللي ليه أهمية طبية clinical significance group is immediate over the pH close to that of the human body اللي هي ال pH المتعدلة 7.2 لأن درجة إحنا عندي ناحية أسادك وناحية ألكالاين في النص عند تقريبا 7 7.2 7.5 دي الوسط المتعادل neutral فغالبية الميكروبات وفي clinical significance تنمو عند 7.2 some microorganism can grow better in alkaline زي الفيبريوكولرا زي الفيبريوكولرا تمام أخذنا فين الفيبريوكولرا ونذكر مع بعض من شوية كانت فين المتعادل قالو warsوار لماذا أخذنا لذا لذ collegقى هؤلاء سأخذنا من شغل ناحية أي ناحية سأخذنا طبام؟ يبقى الفيبروكولورا بتقدر تعيش في وسط بي اتش من تمانية لتسعة ده الكالاين لكن في بعض الميكروبات تانية تعيش في البي اتش أسيدك أربعة وقل زي اللي كتوبا سلس طيب ايه موضوع البي اتش؟ أنا حط لحضراتكم سلايد فور اتش دي قادي لسكيل بتاع البي اتش من واحد لحد نهاية الستة ده أسيدك السبعة ده نيوترال من تمانية فما فوق الكالاين يعني لما مش كده بروح للهاي الكالانيتي لما مش كده بروح للهاي أسيدكي في ميكروبات تانمو هنا في ميكروبات تانمو هنا يعني الفيبروكولورا كانت بتانمو في الحتة دي اللاكتوبا سلس كانت بتانمو في الحتة دي وغالبية الميكروبات of medical importance أو clinical significance بتنمو في الحتة دي بتاعة النيوترال تمام وانا مديك أمثلة للحاجات اللي هي الأسدق والهيلي أسدق والحاجات الالكالين والهيلي ألكالين وحطت الووتر ازا انديكيتور او ازا مثل للنيوترال تمام انا حط لحضراتكم هنا برضو سلايدي تاني فور اتش دي بعض عنواع الميكروبات والبي اتش المناسبة الميلمان بي اتش بتاعتها والاوبتمن بي اتش والماكسوم بي اتش وتنمو ويل في الاوبتمن بي اتش يعني على سبيل مثال اي كولاي الميلمان بي اتش يعني ده الميلمان بتاعها اربعة واربعة الماكسوم تسعة لكن تنمو من ستة لسبعة لو لاحظنا الغالبية إلا استصناعات بسيطة بتنمو في حتة النيوترال تمام ربنا خلق لكل عضو من أعضاء الجسم زي ما قلنا من شوية ده برضو سلايد فور اتش دي لو خلق لنا كل عضو من أعضاء جسمنا لي بي اتش معينة والبي اتش دي بتبقى every organ have a protective بي اتش دي وسيلة حماية سبحان الله ربنا خلقها هنا يبقى البي اتش لو خدنا مثلا gastrointestinal tract وشوفنا الvariation بتاع البي اتش بتاعتها ادي عندي الورال كافتي بيبقى من ستة وتمانية لسبعة ونص يعني تقريبا نيوترال الاستومك بي اتش من واحد ونص الاثنين highly acidic نتيجة الوجود ال HCL بعد كده في منطقة الديودنم بيبقى من خمسة تقريبا ونص التمانية يعني بدأ slightly acidic وبعد كده عدى لمنطقة النيوترال ودخل على منطقة الالكراي يبقى ما بين بين small intestine سبعة واثنين لسبعة ونص يعني تقريبا نيوترال الكولون بيبقى في نهاية منطقة النيوترال واول منطقة الالكالاين يبقى سبحان الله ربنا خالق لكل عضو من عضاء جسمنا بي اتش مهينة ودي protective parameter اخدنا قد ايه؟ اخدنا خمس حاجات بيأثاروا على الجروث بتاع البكتيريا قلنا نيوتريشن قلنا تيمبريتشور قلنا الاكسوجين قلنا الكربون دايوكسايد قلنا البياتش قسمنا الميكروبيات اكوردنج لي الفيدنج باترن بتاحها وقلنا اما اوتوتروف او هيتيروتروف وقسمنا اكوردنج لدرجة الاكسوجين او الاكسوجين requirement قلنا obligate او strict ايروب وقلنا obligate او strict ايروب وفاكالتات في ايروب وال ايروتوليرانت اللي هي اللي بتعتمد على وجود الكربون نسبة الكربون دايوكسايد وبعد كده اتكلمنا على انها بتعمد جلوكوس كاتابوليزم ازاي اما ايروبيك سيليولار او انايروبيك سيليولار واحدة في وجود الاكسوجين واحدة في غياب الاكسوجين وقلنا اللي في وجود الاكسوجين بتطلع للسوبر اوكسايد اللي هو الوطو بتطلع لله او هيدروجين بريوكسايد وربنا حامي بعض الميكروبات عندها سوبر اوكسايد وكاتاليز بتحول لتوكسيك ميليكيول لأنتوكسيك ميليكيول او تعمل ديتوكسيستي لهذه التوكسيك ميليكيول وبعد كده اتكلمنا على تقسيمة الميكروبات اكوردنج لي انها بتعيش في اني درجة الحرارة الميزوفيل كانت بتعيش من 20 ل40 يعني معنا كده غالبية الميكروبات اللي بتعيش في جسمنا عند 37 بالغالبية بتاعتها بتوبة ميزوفيل وعندي السايكروفيل وعندي الثيرموفيل الثيرموفيل بتعيش فوق ال60 درجة موية لكن السايكروفيل دي اللي هي مسؤولة عن بتاع الأكل في التلاجة ودي بتعيش من 0 ل8 درجات موية وبعد كده اتكلمنا على البي اتش وقلنا اغلب الميكروبات بتنمو في منطقة النيوترا لعند السبعة وفي بعض الميكروبات بتعيش في الالكالين لكن بعض الميكروبات التانية بتعيش في الاسيدك ميديم وده كان المتطلبات بتاعة الجروف بتاع أي مايكرو ارجان سايكولوجيك لقل من دقيقة او لقل من ثواني محاضرة النهاردة من المحاضرات اللذيذة والشيخة جدا يا دكاترة وتخليك تعرف الدنيا ماشي ازاي والميكروب بينمو عند كام وتت تسسبيكت ميكروب معين موجود في الحتة دي اكوردنج درجة الحرارة من عدمها اكوردنج للبي اتش يعني على سبيل المسال لما لاقي مثلا في منطقة معينة البي اتش ربنا خلقها لها البرتكتب بتاعتها مثلا ساي اتنين او تلاتة هل أتوقع ان الميكروب مثلا بتاعته تمانية او تسعة او عشرة ممكن هو هاي لقلع يعيش في حتة هاي لأسدك فبتخليك بتعمل بترن معين في ادمامك وترتب الامور عشان ما نباش حافظين وعشان كده انا حطيت لحضراتكم اللي فات بتاعت الجي اي تي ومن اول الورال كافيت لحد الكولون والبرتكتف بي اتش بتاعته بتبقى دي هناخد مع بعض دلوقتي الميكروبات بتنمو بتاخد مراحل في النمو فعملنا حاجة اسمها باكتيريا جروس كيف جبنا وحطناها سيوتاب الفليود نيوترين سيوتاب الفليود نيوترين تي يعني ايه يعني في ميديا تمام فيها نيوترين انتم معين عشان تقدر تتغزى عليه يعني مش الاكل الوحد اللي هي خلاتا ملأ لازم فيه فيزيكال وكميكال كونديشن ابروبيت لهذا الميكروب مناسبة بعد كده انا براعي ال فيابل نمبر بشوف العدد كل فترة بريوديكال اند بلوت 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 يعني ايه بلوت يعني بعمل لها كير بلوت يعني تسوي كلمة دياجرام تسوي كلمة شار تسوي كلمة جراف يعني بحطها على اكس وي شيف هنعرف دلوقتي مع بعض كاركتيريست جروس كير وذ فور فيس از اوتين لما بعد ما حط بعد ما حط المعدلات اللي انا شفتها دي بعد النمو في نيوترين مناسب وفيزيكال وكيميكال كونديشن مناسبة وبعد العدد بشوف الدنيا وبعدين برسم الكيرف ده بتاعي على compare على two axis y axis وx axis x axis عليه time والy axis عليه sin number ودايما عشان بس اللي مش عارف يعني x axis من y axis y axis ده y axis متاجي لسكاي y to the sky لكن x axis اللي هو العرضي وبدرس العلاقة ما بين two variables بدرس العلاقة بين logarithmic في النمبر الزيادة العددية مقارنة بالtime يعني بدرس العلاقة ما بين متغيرين على x و y axis تمام لاحظنا ان في اربع مراحل انا بمر بيها لو شفنا في lag phase exponential outlook phase يبقى الاولية lag phase وعشان تانية exponential outlook phase stationary phase decline phase مرحلة السابعات في الاول لسه الميكروب بيشوف الطبيعة الميديا دي ايه وبيضبط اكله الانزيمات بتاعته لسه قاعد بيترقب الجو تمام مجرد ما ترقب الجو وليه النيوترانت مناسبة للنمو و الفيزيكال والكيميكال كونديشن زي الفول تمام هوب بيروح طالع زي طالع exponential زيادة مضطردة تمام وبعد كده الميكروبات اللي نمت دي احنا نتكلم حاجة حاجة على السلايد ما تقلقوش الميكروبات اللي نمت هنا دي واكلت نيوترانت بالتالي طلعت ويستو برودكت وتوكسيك سابستانس ميكروبات بتاكل هتاكل بس لا هتعمل هتطلع ويستو برودكت وي هلاقي العدد هنا بالمكان بتك في زيادة عالية ويستو برودكت لو طلع طلق الفوق هلاقي العدد بدأ يثبت stationary face او steady face مرحلة السبات ليه بقى لان كمية الميكروبات اللي ماتت قد كمية الميكروبات اللي لسه عايش في ميكروبات بتاكل وعايش وفي ميكروبات بتاخد الوستو برودكت وتموت وجوه ما بقيش سيطبل بالنسبة لها فكمية اللي بيموت على قد كمية اللي بيعيش فما في مرحلة مرحلة سبات في البكتيريا بعد كده كمية الميوت يموت بدأ يبقى اعلى فالكيرف يبدأ ايه to decline decline face طيب خلينا ناخدهم face face مع بعض like face زي initial number والبكتيريا ده العدد اللي أنا لسه حطه during this period السيلز نفسها او الخلايا دابت على فيه تتحطط لها باكل جديد بس كلها مناسبة طبعا الانزايم and intermediate are found to permit الجروس يبا كل الدنيا هنا مناسبة للجروس فلسه الميكروب قاعد بيترقب زي ما كون دخلت واحد غرفة جديدة ومجهز له كل الظروف البيئية المناسبة فيه اكل وفيه شرب وفيه اضاءة وفيه هوا وفيه كل حاجة بس قاعد مش عارف ياخد قرار هو عايز بيترقب خايف يفتح التلاجة يطلع له منها امبلة خايف يشيل الكورس المكاني ويكون تحتي حاجة تخضه فقاعد بيترقب الجو ففيه نسبة سكون وهذا اللي حصل فيه لاك فيز طيب نمرة اتنين او لوجاريثمي فيز لوجاريثمي زيادة مضطاردة او زيادة لوجاريثمية او زيادة لوجاريثمية او زيادة فجأة زيزة ماركت انجريز دخلي بنا من كلمة ماركت انجريز انسن نمبر ماركت انجريز انسن نمبر and it's rate accelerated exponentially يبرد بيزيد بسرعة وانزا تايم مي جيفين الكاركتريستيك لينيار بلوت لينيار بلوت البلوت احنا قلنا عن كيرف او دياجرام او الكلام ده خلت داني خط لينيار تمام اونا لجاريثمي كسكي انزي سفيس زياريكانيزمي شو تيبكال مورفولوجي بتاكل وتشرب وكميكال وزي الفل كميكال كونتشن زي الفل وفيزيكال كونتشن زي الفل ونيترنت زي الفل فبتديني شو تيبكال مورفولوجي وتنمو زيادة مضطردة لغة ريتمية والكيرف بتاعها مرحلة السبات اللي هي انا حطي الكيرف على كل سلايد عشان كده ادي مرحلة السبات اي ده كبير الاكل بدأ يخلص طلعة من الجروس هيبدأ عمر ما هيكون زي طبعا احنا كان عندي مرحلة الترقب اللي هي اللي هي عندي مرحلة الزيادة المطاردة اللي هي وبعدها كده اخش على مرحلة فيز او فيه كتب بتقول على وفيه كتب بتقول على اللي هي مرحلة السبات اكزوهوشن اف نيوتر الاكتباد بدأ يخلص الجروس بدأ في بعض الخلايا بدأت تفقد نتيجة اللي مين لتوكسيك برودك فيه سيلز جديدة بتطلع وفيه خلايا بتموت تقريبا اللي بيموت على قد اللي بيطلع جديد فالمرحلة بيتثبتة تمام نيجي في مرحلة النزول مرحلة انا عندي الكرفك انا عمل كده كده وبعد كده بدأ يوم ادي مرحلة من قبل ما نعرف مرحلة اتوقع فيها او نتوقع مع بعض يا دا كترة ان عدد الخلايا اللي ماتت اكتر بكتير من عدد تمام في نهاية الحتة دي اللي عند الخط ده معدل الوفيات او الخلايا اللي ماتت كتير معدل الوفيات اكتر من المعدل المالت بكتير دو نوتر خلاص الاكل خلص and the accumulation of toxic substance and the product the number of biobacteria is decreased وصلت تمام كده يبا gross curve بيبقى اربع مراحل ونفهمهم بعد اذن حضراتكم مش عايزين نحفظهم المكروب حطناه في ميديا مناسبة وحطناه نيوترينت تمام physical condition وchemical condition زي المناسبة المكروب قاعد بيترقب قاعد بيشوف الدين عنده حواليه ازاي وبيبدأ يجهز نفسه اول ما يطمئنه ويحصل والكلام ده طلقة الكرف بيطلع طلقة linear plot بعد كده هنا في مرحلة ثبات الاكل بدأ الى حد المقلسة مخلص بس في خلايا بتطلع وفي خلايا بتموت عند نهاية والاكل بدأ يحصل وعدد الافويات بيبقى اكتر من عدد الخلايا التلعة تجيب تمام نهاية الشابطر ده عليه بعض الاسئلة وانا ان شاء الله من بعد كم مهاضرة كده هبدأ احط بعض الاسئلة ما بين صحة وغلط وما بين اختيارات مخالفة يعني زيادة على حاجات المديول بتاع حضراتكم لأن مايكروبيولوجي من الحاجات اللي تفهم وكل ما تحل عليها اسئلة كتير كل ما تبقى داخل وانت متطمن ومرتاح طيب خلينا نسأل مع بعض السؤال ده اللي هي كانت بتطلع الورجانيك كومباون من النورجانيك كومباون كانت على الشمال في المقارنة أنا كان عندي اوتوتروف وكان عندي هيتيروتروف اللي كانت على الشمال كانت مين هيتيروتروف لا دي كانت علي مين اوبليجيت عن انيروبس ملهاش علاقة اساسا بموضوع الفيلي فكالت انت في انيروبس اللي هم علاقة للاثنين دول عملاقة بالأكسجين ريكوارم ايروبس برضو بتاعت يبه هي الايه الاوتوتروف تمام وتشوف زفولون جيتيرم بست تسكرايب باكتيريا ذات لاك الكاتاليز بط نوت لاك ذا كاتاليز يعني هي ما عندهاش كاتاليز بس عندها سوبر اكسيديز كانت مين كانت كانت الابليجيت ايروب لا الابليجيت ايروب لا الفاكالتيتي في ايروب لا المايكرو ايروب لا كانت الابليجيت كابنوفيلك 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 كاربون داكسايد كابنوفيلك نيجل نشوف low concentration of oxygen لا مش بتاعت high concentration of oxygen لا مش بتاعت الكالين به مالهاش علاقة بموضوع خالص دي كابنوفيلك هاي تنبرتش يبه هاي كونسنتريشان اف كاربون ديكسايد يسميها كابنوفيلك كاربون ديكسايد كابنوفيلك كاربون ديكسايد كابنوفيلك كاربون ديكسايد كابنوفيلك تمام what type of bacteria is most likely to cause spoilage of refrigerated food مين اللي بيبوز اكل التلاجع المكروب اللي بيقدر ينمي في درجة الحرارة من 0 ل 8 كان الميزوفيلك الميزوفيلك ده كان من 20 ل40 بتاع درجة حرارة الجسم الثيرموفيلك ده الراجل اللي فوق الستين الكابنوفيلك ده مالهاش علاقة بالموضوع خالص ده بتاع الكاربون ديكسايد مايكرووريفيرك مالهاش علاقة بهوامين سايكروفيل bacterial cell this is is balanced by the formation balanced يعني ايه balanced يعني ايه اللي لك فيس المكروب كان عاد بيترقب اكسو بننشيها الفيس الميكروب طالع طلع التقليم فيس بدأ ينزل اللوك فيس اللي هي مين ماهاللوك هي الاكسو بننشي اللي هي ايه مرحلة تستباني كده خلص معنا شابتر ثلاثة وأتمنى ان احنا نكون قدرنا نوفي مع بعض وان شاء الله لو في اي تساؤل او اي استفسار هن ويبالكريات اي تشانل نقدر نتواصل بيها مع بعض وتحت امر حضراتكم ونلتقي بإذن الله دي كانت المحاضرة الخامسة في شابتر ثلاثة ونلتقي قريبا ان شاء الله بإذن الله في المحاضرة رقم ستة ودي هتكون عن البكتيري الفيروس اللي هي البكتيريوفيج او بذكركم في الآخر العلم زباورية دكاترة دكاترة المستقبل وربنا يجعل على يديكم الشرفة من كل الأمراض وبإذن الله تكونوا علماء المستقبل وده هيجي بإيه سرول HD سرول HD عشان ترف الاسك بتاعك الاسك اللي هو الابلتي والسكيلز والنولوج مفيش ability بدون knowledge مفيش ability with little skills يوم با مستقبل هاي السكيلز السكيلز بتاعتك تكون عالية والknowledge is about شاكر أفضل حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته